اشتركوا في القناة وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جند الرحمن أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لمحابه ومراضه عبادة الكائنات هكذا يمكن أن نسمي حلقتنا لهذا اليوم هذا الكون كله يعبد الله تبارك وتعالى من أعظم المخلوقات التي نراها من حولنا تلك الجبال الشاهقة التي ذكر الله عز وجل في كتابه أنه جعلها أوتادا للأرض والجبال أوتادا هل تعلموا أيها المشاهد أن هذه الجبال تسبح بحمد الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ تخيل هذه الجبال العظيمة هذه الجبال الشاهقة تسبح بحمد الله تبارك وتعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهَا هذا الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل هذا الكون كله خاضع لله تبارك وتعالى وَلِذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ عز وجل لَهُمَ إِيْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ مُطِيعِينَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَاضِعِينَ لِلَّهِ عز وجل هذا الكون بأرجائه يعبد الله تبارك وتعالى من الذي يعصيه عز وجل الإنس والجل لا يوجد مخلوق في هذه السماوات وفي هذه الأرض يعصي الله تبارك وتعالى إلا من كلفوا بعبادته عز وجل من الثقلين الإنس والجل الله تبارك وتعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو مستحق للعبادة وأمرنا بالعبادة والكون كله خاضع له تبارك وتعالى عابد الله بل نواميس هذا الكون كلها بيده تبارك وتعالى تأمل معي معجزة أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام ما هذه المعجزة؟ أرادوا حرق إبراهيم ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم عليه السلام أرادوا أن يحرقوه بالباطل حتى ينصروا آلهتهم هكذا زعموا لكن الله تبارك وتعالى أراد أمرا آخر تريد أنت أمرا والله يريد والله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم موسى عليه السلام أجر الله تبارك وتعالى على يديه معجزات عديدة ألقى عصاه التي هي عصى التي قال الله تبارك وتعالى له على جبل الطور وما تلك بيمينك يا موسى عصى عادية كأي عصى موجودة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ماذا حصل لما جابها السحرة قلنا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر مبين ماذا قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى أمره أن يلقي عصاه قال فإذا هي تلقف ما يأفكون الإفك أعظم الكذب إذن هذه الحيات التي صنعوها هي أعظم الكذب فخرق الله تبارك وتعالى لموسى العادة بأن حول هذه العصى التي هي ككل عصى إلى حية تلقف ما يأفكونه من السحر ومن الكذب ومن المهتان فاصل ونعود إليكم من جديد ترجمة نانسي قنقر حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم من جديد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى الله تبارك وتعالى أيد أنبيائه بمعجزات كثيرة موسى عليه السلام الذي تكلمنا عنه قبل الفاصل وذكرنا ما حصل بينه وبين السحرة آمن السحرة بموسى نبيا من عند الله تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارو لسائل أن يسأل ألا يمكن أن يكون الذي فعله موسى سحر كسحر هؤلاء الجواب لا لكون هؤلاء الذين آمنوا سحرة يعلمون السحرة وحقيقة السحر فلما نظروا ما فعل موسى قالوا لا يمكن أن يكون هذا سحرة نحن نعلم السحر ونعلم آلية السحر ونعلم كيف يكون السحر هذا لا يمكن أن يكون سحرا لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارو لأنهم علموا أن الذي أتى به موسى من عند الله تبارك وتعالى انظر عظمة الله تبارك وتعالى انظر آيته ومعجزته لنبيه موسى وتفكر وتأمل قدرته تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أجرى معجزات وآيات أخرى على يد عدد من أنبيائه عليه السلام المسيح عليه السلام كانت له معجزات عظيمة كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله كان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل هذه كلها آيات عظيمة خرق الله تبارك وتعالى بها العادة له عليه السلام لماذا كانت هذه المعجزات بهذه الكيفية وبهذه الآلية للمسيح عليه السلام يقول أهل العلم إن كل نبي يرسل بمعجزات تتوافق مع ما برع به قوم ذلك النبي لما كان قوم موسى برعوا بالسحر أرسل الله تبارك وتعالى لموسى معجزة في ظاهرها أنه تشبه فعلهم لكنها آية لماذا؟ لأنهم خبراء بالسحر فلما نظروا إلى ذلك علموا أنه ليس بسحر المسيح عليه السلام قومه كانوا بارعون بالطب كانوا مشتهرين بأنهم أطباء وأنهم حكماء حكماء أي أطباء كانوا بارعين في التطبب والتداوي فأرسل الله تبارك وتعالى المسيح بمعجزات هي من ما يمكن أن يقال إنها من جنس ما برعوا به فلما برعوا بالطب كانت معجزات المسيح أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموت بإذن الله هذا كله عمل أطباء لكن الفرق بين هذا وهذا أن ذاك من البشر لكن هذا فاق ماذا؟ فاق ما برعوا به ولذلك لما نظروا إلى تلك الآيات العظيمة التي جاء بها المسيح علموا أن هذا لا يمكن أن يكون من عند البشر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة والبشرية في ذلك الوقت لم تصل إلى هذه المرحلة من التطبب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيده الله تبارك وتعالى بمعجزات كثيرة خرق بها العادة السائدة في ذلك الوقت ولكن كان أعظم معجزاته القرآن الكريم الذي خرق الله تبارك وتعالى له أيضا به عادة العرب في الفصاحة والبلغة العرب كانوا القمة في الفصاحة كانت مهنتهم كما يقولون الكلام شعر ونثر وكانت لهم أسواق معروفة كسوق عكاب وغيرها كانوا يتصارعون في هذه الأماكن بالكلام كانوا يتنافسون في البراعة بالكلام فأتى القرآن الكريم متحديا لهم في بلاغتهم وفي فصاحتهم وفي كلامهم تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا وتحداهم بعد ذلك أن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن فعجزوا فدل هذا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كلام بشر فالله تبارك وتعالى خرق لنبيه صلى الله عليه وسلم العادة في هذا المقام وأنزل عليه كلاما لا كالكلام وأنزل عليه كلاما فاق كل كلام فدل على كونه عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله تبارك وتعالى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل إلى ذلكم الحين أترككم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر